حبيب الابطال صباح فل صباح الجمال صباح كل حاجة حلوة على عيونكم يا رب نتطمن عليكم نسمع عنكم كل اخبار حلوة قريب ويتطمن عليكم الف مبروكم قدما حاجة جديدة في البحث حبيب اه شيرها وشاركها معاكم اولا اه سنة ثالثة ازاي تكتب موضوع البحث بتاعك وازاي تكتب الجزء الانجليزي بتاع البحث بتاعك بس قبل كده في شوية ترشادات عايزك تاخد بلك منهم لو سمع تركز معي اه اولا اه عايزين البحث بما يتلغيش يبقى لازم يبقى فريد ومش منقول مش من شبكات التواصل الاجتماعي لأ انا عايزك اه حاجتك تبقى مميزة اه وتبقى لك بصمتك في الموضوع اللي انت اه بتجيب وبتتكلم فيه لو خدنا الاول الحاجات بتاعتك الشروط بتاعتك تلتزم بيها الكلمات تلتزم بيها ما تجيبش زيادة ولا اكتر ولا اقل لو سمحت اه التزم بعادة الكلمات الموجود في الملخص وفي الموضوع وفي اللغة الانجليزية مسلا من تمانية العشر كلمات. طيب لو دخلنا الموضوع السياحة حضرتك هنتكلم في الجزء الخاص باللغة الانجليزية بس الاول نشوف السؤال اللي نستعرضه اللي هو بيتكلم فيه باللغة الانجليزية اه وبيطلب من هنا ايه? دول في اه تشتهر مصر بالعديد من الاماكن السياحية في دراساتك باعداد مشروع البحث يتضمن ما يلي اهم الاماكن السياحية وما تشتهر بها واهم منتجاتها اه مثل مسلا واحد سيوة هو النوبة واهم حاجة فيها وتشتهر بايه? اختر احد الاماكن ونظم رحلة لها محدداً عرض الافراد واسيلة النقل ومصالات المناسبة لهذه الرحلة. وازا كان عرض الافراد ووزع بقى عرض الافراد على عدد الحافلات موضح آآ كان فرض يدقل كالحافلة. وبالنسبة للغة الانجليزية بيقول لي ده اللي يهمني. اكتب آآ كلمة ترخيب للسياح باللغة الانجليزية وبأحد اللغات الاجنبية الاخرى. فهنا بجاوب الجزء ده ممكن اقول احدى هذه الجمل بس مش كلها طبعا. مرحبا بك في مصر هتشعر آآ بالارتياح والاسترخاء هنا. آآ ممكن اقول جملة تانية زي كده. اليوم احسن كل الايام. افضل يوم النهاردة. احسن يوم النهاردة. because you come to ايجيبت. عشان جيتوا شرفتونا مصر. ممكن اقول كمان you're coming to us into pleasure into our hearts. مجيئكم لمصر ادخل البهجة والسرور على قلوبنا. welcome to ايجيبت. ممكن كمان اقول welcome to ايجيبت. we are happy to see you here. احنا سعدان نشوفكو هنا. welcome to your second home. مرحبا بك في بكم في بيتكم او وطنكم الثاني مصر. we hope to see you again. نعمل او نتمنى نشوفكو مرة تانية. ممكن اقولو tell your friends about ايجيبت. اقولو لاصحبكو عن مصر. you are no longer tourists. انتم لم تعدوا اه سياح واجانب غرب عن مصر. you are friends now. انتم الان اصدقاء. اه طيب ده بالنسبة لموضوع السياح. طب موضوع الطاقة لو طلب مني سنة تالتة اكتب جملة عن الطاقة. اولا سؤال الطاقة في سنة تالتة العناصر بتاعته بيقولي الكهرباء. ليلي الكهرباء استخدامات كثيرة في حياتنا اليومية. في دوق دراستكم باعداد مشروع البحث يتضمن ما يلي. اهمية الكهرباء في حياتنا. دورك في استرشيء او في ترشيد استهلاك الكهرباء. صمم لافتة اه على شكل مستطيل. اه بابعاد مناسبة مع بيان هذه الابعاد وايجاد محيطه. يعني بعد ما تعمل محيط وتكتب في الجملة دي. اه الفتة دي. هتحسب المحيط بتاعه. اه ده ما يهمناش دلوقتي. ليهمنا الموضوع بالانجليزي عايز ايه? كتابة جملة في اللافتة تحثوا في هذا ملائك على الحفاظ على الكهرباء وان تكون اللافتة باللغة العربية واحدى اللغات الاجنبية. نقول له ايه? مثلا هنا لا تصرف ولا تبدل في استخدام الكهرباء. اطفي النور. او ينفع 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 يجب علينا توفير الطاقة. ممكن تطوير مجد بلدنا. ممكن بعد خد حمامات وصيارة كده سريع عشان نوفر كل من الكهرباء والمين. ممكن اقوله قبل ما تقرق في النور او قبل ما تنام او قبل ما نروح ننام. طيب لو جاب لي الموضوع التالت بتاعنا حبيبي عن الصحة لو بتكلم عن الصحة بيقول لي. اه في السؤال الاول عن الصحة بيقول الصحة من اعظم النعم على الانسان. ويجب المخفز عليها في دور دراستكم باعداد مشروع البحث يتضمن ما يلي. اساليب الحفاظ على الصحة. فوائد الماء للحفاظ على الصحة. تصميم لافتة على شكل مستطيع. بابعاد مناسبة بالسنتيمتل للحفاظ على الصحة باللغة العربية. واحدة اللغات الاجنبية. اه ثم اه حساب اه محيط لافتة. يبقى صمم لافتة. واقول فيها الصحة. ممكن بتكلم عن الصحة. اه اول حاجة من دول. اه باللغة العربية وباحدة اللغات الاجنبية. ممكن اقول. يجب ان تأكل طعام صحي. وتعمل تماغين كل يوم. ممكن اقول حاجة كالتانية. يجب ان تأكل خضروات وفاكهة. ينبغي او يجب ان تشرب كثير من كثير من المياه. يجب ان تغسل اسنانك. او قبل النوم. هنا انا بقول حاجة مهمة. انا هنا مش بعيد الكلمات. انا معدتش الكلمات. بس لو سمحت تعدها. لو كانت اقل اه تزود ولو كانت كتيرة تزبط العدد اللي مطلوب منك في الكلمات بعد اذنك. تمام? الملحوظة اللي بعد كده. يجب ان تأخذ قسط من النوم. قسط كافي من النوم. ويجب ان تمارس الرياضة بانتظامها. طيب. لو في موضوع الماء لو جاب لي في موضوع الماء هتكلمي ازاي? اولا نستعرض بسرعة كده المشروعات بتاعت المية او هو طالب ايه في المية? بيقول لي للماء اهمية كبيرة في حياة الكائنات في دوق دراستك قم باعداد مشروع اه بحثي. بحثي مش بحثية هي. تمام? اه لميان? اهمية الكائنات اهمية الماء للكائنات الحية الانسان والنبات والحيوان دورك في ترشيل استلاك المياه. تصميم لافتها على شكل مستطيل بابعاد مناسبة بالسنتيمتر للحفاظ عن الماء باللغة العربية واحدة كتبها غلطنا واحدة هي بالياء. آآ الف لينة. واحدة اللغات الاجنابية ثم حساب محيط اللافت. ممكن اقول في الموضوع ده ادروب هنا الاولى آآ بتكلم على قطرة المياه تسوحية في الرقم الاولى دي. يعني نبغي ان لا تبدد او تسرف في الماء او فيه. اللي بعد كده ينبغي ان تغلق او الحنفية يعني ما افتحش الحنفية وافكر لسه حط المعجون والكلام ده دي مشكلة كبيرة جدا فيه ناس بتفتح الحنفية قبل ما تمسك الفرشة والمعجون كمان. حاجة آآ تحزن بصراحة. ينبغي ان تأخذ زي ما قلنا قبل كده آآ حمامات او آآ شاور صير وسريع كده وتصلح اللي هي الحنفية اللي بتدرب هنا معناها آآ تنقط مصدر الحياة على الماء هي مصدر الحياة على. او ينبغي ان نحافظ عليها. او ينبغي ان نسفت في استهلاقيا. آآ ده بالنسبة كده للجزء الخاص باللغة الانجلزية للصف الثالث الابتدائي. بالتوفيق حبيبي. آآ ربنا معاكم. ولو عايزتوا اي حاجة قلولي في التعليقات. ولو في حاجة من شوقت حبرده قلولي. وبعد كده هكمل ان شاء الله في الحلقات اللي جاية ازاي نعمل نمازج كاملة للبحث. آآ بالتوفيق وربنا معاكم يا افطال. باي باي.